السلام عليكم ازايكم وعملين ايه في الغالب كله كان معتقد ان خلاص 2021 ما بقاش فيها حاجة محمسة خلاص السنة خلصت كل الحاجات المحمسة كل الحاجات الكويسة نزلت وخلاص خلصت بقى ومفيش حاجة جديدة ممكن استنها ولكن على عكس كده انفينيكس جات هنا قالت لك لا استنى كده انا محتاجك في كلمتين لان التاريخ النهاردة وببساطة جدا انفينيكس هتعلن عن موبايلين موبايلين هيدمروا فقه سعرية محيرة جدا وفعلا الناس كتير بتحتاج انها تشتري موبايلات في الفقه السعرية دي وهنا انا بتكلم على فائدة سعر من 1000 ل3000 جنيه والسلسات جديدة هتكون عبارة عن الانفينيكس هوت 11 والهوت 11 اس والموبايلات دي هكون موجهة للجيمينج هكون موجهة للألعاب للأشخاص اللي حابة الأداء القوي الألعاب بقى والجيمز والحاجات دي بالاضافة انها كموبايل اصلا يعني او كموبايل عادي لشخص عادي استخدامه عادي هتكون حلوة جدا في ريد الوقت تنزل تعمل لايك وتتابع معا الفيديو عشان تعرف التفاصيل عن الموبايلات دي وايه الاسعار المتوقعة انها تنزل بيها الموبايلات دي خليني مبدأين كده ابدأ بالنسخة الاقوى النسخة الاس اول حاجة كده لازم تعرفها هو البوكس او الدزاين بتاع البوكس اللي هيجي في الموبايل للحاجز المسبك وده هيكون لمتد للحاجز المسبك الموبايل هيجي بشكل كده او دزاين بوكس كده برعاية فري فاير الموبايل جايب بشكل انيمي كده وشخصيات كارتونية شخصيات بتاعة فري فاير شكل البوكس ريوش جدا وجامد جدا وحاجة كده تحب انك تقطنيها وتخليها عندك للزمن او للذكرى لكن الكلام ده مش يفرق معاك اللي هيفرق معاك فعلا ان فيه هدية هتكون نازلة مع الموبايل للبري ارتر وهي هتكون سماعات من انفينيكس سماعات ويرلس تخيل انك بتاخد سماعات ويرلس هدية مع موبايل سعر وهتعرفه كمان شوية وهيكون تحت 3000 جنيه بشوية حلوين كمان على فكرة طب يا عم سبنا من الهدايا والكلام والبوكسات والكلام ده ايه بقى الموبايل نفسه والموبايل ايه اللي خليني اصلا ان انا اشتريه خلينا اقولك انك هتاخد موبايل بشاشة تقارب الستة وتمانية من عشر بوصة الشاشة دي IPS LCD دقتها كون في الـ HD Plus والمميز اوي في الشاشة دي انها سطوع هيكون 500 نيتس وده سطوع كافي جدا في الفئة السعرية دي كمان الشاشة دي هكون برفريش ريت 90 هرتز كمان الشاشة دي التصميم بتاعها هيكون وده يعتبر تصميم حديث على الموبايلات اللي بتنزل في الفئة السعرية دي كمان خلينا اقولك برضو انك هتاخد هنا معالج ميديا تيك هيلو جي 88 بالاضافة انك هتاخد اقل نسخة هنا 4 راما 64 زاكرة داخلية وخلينا اقولك برضو انك هتاخد كاميرا اسية على الموبايل ده 50 ميجا بيكسل ولكن مش زي اي 50 ميجا بيكسل انت شفتها لان فتحة العدسة هنا هتكون واحد وستة من عشرة كمان محتاج اقولك ان الموبايل ده هيكون عليه ستيرو سبيكر كمان محتاج اقولك ان الموبايل ده هيجب بطارية 5000 ميلا امبير مع سرعة شحن 18 وط والمفاجأة هنا انقل نسخة في الموبايل ده هتكون او هتبدأ من 2600 جنيه لنسخة الـ 4 راما 64 زاكرة داخلية واما عن النسخة الاكبر اللي هي 4 راما 128 زاكرة داخلية هتيجب بسعر 2900 جنيه وده يخلي الموبايل ده ياخد افضل قيمة مقابل سعر في الفئة السعرية دي افضل موبايل للجيمج في الفئة السعرية دي وافضل موبايل بشكل عام في الفئة السعرية دي بسبب المميزات والعاتات اللي هو بيقدمها بالاضافة ان الموبايل ده سعره هيكون خرافي جدا طبعا انا لسه ما جربش الموبايل لكن لحد ما نجرب الموبايل قادر اقول لك الحاجات اللي ما عجبتنيش في الموبايل او الحاجات اللي انا شايف انها ممكن تبقى عيوب في الموبايل مابدايا الموبايل ده ما فيهوش كاميرا واسعة او ما فيهوش كاميرا ألترا وايد تاني سبب ممكن ما عجبنيش او في الموبايل ده او ممكن اعتبره عيب فعلا في الموبايل ده ان الموبايل ده مع لهوش مايك اضافي لعزل الضوضاء السبب التالت اللي ممكن تعتبره عيب او ممكن ما تعتبروش عيب على حسب راحتك ان البصمة هنا جاية في مكان قديم نوعا ما ومكان رخم كنت حب انها تبقى في زرائل باور الى الان دي العيوب الواضحة او العيوب اللي قدر اقولها لك من خلال نظرة الموبايل لكن التجربة بقى هي اللي هتحكم وهبين لك العيوب الموجودة فعلا في الموبايل وكل الحاجات دي والممائزات والتفاصيل كلها لكن الى وقتنا هذا انا معجب بالموبايل جدا معجب بالعاتات بتاع الموبايل وبالاخص متفاجه جدا من التسعير بتاع الموبايل وتمنى طبعا ان التسعير ده يكون صح والموبايل هيتقالن عنه بتاريخ النهاردة بشكل رسمي في مصر ومش بس كده لو انت شايف ان الموبايل ده غالي عليك لو انت شايف ان سعر الموبايل ده غالي نوعا ما وانت عايز حاجة اقل من كده لكن برضو مش عايز تضحى قوي عندك النسخة العادية من الموبايل ده الهوت 11 تخيل معا انك عندك هنا شاشة ستة وستة من عشرة بوصة الشاشة دي فل اشي دي بلس من نوع اي بي اس ال سي دي كمان المميز جدا في الشاشة دي انها برضو خمسمائة نيس في السطوع وبالطبع الشاشة ستين هيرتز ما فيهاش حاجة مميزة جدا في الرفريش ريت تصميمها قديم ايوة لكن في الفئة السعرية دي لما قولك تسعير الموبايل كمان شوية هتعرف انها حاجة مميزة جدا انها اصلا فل اشي دي بلس كمان معاك هنا معالج ميدياتك هيلو جي 70 ودي حاجة خرافية برضو على فت سعر الموبايل وهيكون عندك هنا 4 رام 64 ذاكرة داخلية هيكون عندك هنا كاميرا اسية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة واحد وتمانية من عشرة كمان الصوت في الموبايل ده برضو هيكون مميز جدا وهيكون عندك هنا بطريخة مثلا 222 ميلا امبير لكن مع سرعة شحن بطيئة جدا او بطيئة يعني مش سرعة شحنها فيه سرعة شحن اصلا بتشحن بشحن بطيئ جدا او سرعة شحن عادية قديمة لان الموبايل ده بيجي معاه شحن عشرات بس في العلبة طيب بالنسبة للسعر اخباره ايه سعر الموبايل ده لالنسخة اللي هي 4 رام 64 ذاكرة داخلية المفروض انه هيبدأ من 222 جنيه تخيل 222 جنيه على هيلو جي 70 شاشة فولي تشي دي بلس كمان واخد مميزات بالطريخة مثلا 222 ميلا امبير وشوية حيات كده جميلة جدا وهنا برضه كعتاد وكما مقابل سعر تقدر تقول ان الموبايل ده هايل ويكتاز كل المنافسين اللي موجودين في الفئة السعرية دي اللي هي اقل من 2500 جنيه وطبعا تقدر تسيبك من كل الكلام ده وتفكك من كل الحاجات دي المميز فعلا في الموبايلات دي هي المعالجات بتاع الموبايلات معاك 222 جنيه هتاخد هيلو جي 70 معاك 2600 جنيه هتاخد هيلو جي 88 وببساطة شديدة لو ما بنتكلمش بكلام الارقام ما بتاخدش بكلام الارقام ومش عارف يعني ايه هيلو جي 70 هيلو جي 8 ايه عم الكلام اللي انت بتقوله ده ببساطة جدا المعالجات سواء الجي 70 او الجي 88 هيدوك اداء جامد جدا في الالعاب على فئة سعر الموبايلات دي يعني هتاخد 40 فرين مثلا على لعبة زالعبة ببابجي بكل سهولة سواء على الموبايل ده او الموبايل ده بالاضافة انك هتاخد هنا اداء محترم جدا في السوشال ميديا والاستخدام الطبيعي بتاع الموبايل كمان انت لو بتحب التصوير الموبايلات دي الوحيدة في الفاس سعرية دي اللي هتقدلنا التصوير فيديو بيوصل لحد 2K مش 1080 بس يعني انتواخد هنا تريكات كده حاجات خفيفة لكنها لذيذة اوي وفعلا الحاجات دي بتفرق مع بعض المستخدمين فيه ناس فعلا بتدور على حاجات زي كده وإن فينيكس هنا بتلعب فعلا على النقطة الصحة فإلى الان كل الحاجات دي مبهرة الموضوع جدا الحاجات رائعة جدا بنشوف عتاد رائع سعر خرافي حاجات كده مجنونة لكن اللي يكمل التجربة دي هي تجربة الموبايلات الفعلية ان احنا نشوف بقى تجربة فعلا قوية جدا من الموبايلات دي واداء ثابت ومستقر ومحترم من الموبايلات دي وفي الحالة دي قدر اقول لك ان وقتها السلسلة دي هتكتسح من 2000 ل3000 جنيه وهتحط رجل على رجل كده وهتاخد اعلى المبيعات في الفئة السعرية دي وبس كي كل حاجة عام فيه النهاردة اتمنى الاسعار فعلا في مصر النهاردة يتعني عنها بالاسعار دي وتكون هي الاسعار الرسمية فعلا وما نشوفش اي زيادة في الاسعار ما تنساش بقى اللايك والسابسكرايب يا رجل فيديو جاي ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة